ترجمة نانسي قنقر 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 وجعلت منها قصصا ملهمة لافتا سموه إلى همية تعزيز كافة مساعي التعافي الاقتصادي لمؤصلة الاقتصاد الوطني نموه المشود وقال سموه إن أي برامج يتم تنفيذها هدفها الأسمى هو الاستقرار والنماء لصالح المواطن مشيرا إلى أن القطاع الخاص محرك رئيس للاقتصاد وإسهاماته في المسارات التنموية تخلق فرص التطوير للجميع ولذلك يجب العمل باستمرار لتوفير البيئة المفتوحة الداعمة لنموه بما ينعكس إيجابا على جهود التنمية المستدامة هذا وأشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بالجهود التي بذلها فريق البحرين في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص وتوفير البيئة التشريعية الداعمة للنمو من خلال تعاون السلطة التشريعية كما أشاد سموه بنجاح مجلس التنمية الاقتصادية في تحقيق أهدافه في استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة وخلق الفرص النوعية أمام المواطنين للعمل والإبداء وهو ما تجسد بمساعي الشركات لإطلاق وتوسعة أعمالها في البحرين ما يعكس ثقة المستثمرين بالمملكة واقتصادها وخلال الاجتماع قدم سعادة سيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية عرضا تضمن أحدث المؤشرات الاقتصادية وجهود مجلس التنمية الاقتصادية لتكون مملكة البحرين وجهة استثمارية مثلة وأشار سعادة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إلى التوقعات بأن تحقق المملكة نموا بنسبة 3.3% في 2021 لتصبح السوق الأسرع نموا من بين دول المنطقة وذلك بحسب البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي في حين ذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني عبر التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين تحقيق الاقتصاد نموا بنسبة 5.7% في الربع الثاني من العام الحالي وهو ما يؤكد على أن الانتعاش الاقتصادي بصدد اكتساب المزيد من الزخم كما تطرق سعادة السيد خالد احمدان خلال عرضه إلى أداء مجلس التنمية الاقتصادية حيث نجح المجلس للفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري في دعم واستقطاب 64 مشروعا وشركة من المتوقع أن تستثمر 505 ملايين دولار أمريكي خلال الثلاث السنوات القادمة وتخلق 3551 وظيفة 64% من هذه الاستثمارات المباشرة هي لمشاريع وشركات جديدة في البحرين وتأتي من مؤسسات مختلفة من 13 دولة وتدخل في جميع القطاعات الاقتصادية وتضم هذه الشركات والمشاريع العديد من المؤسسات الدولية حيث تم الإعلان مؤخرا عن مشروع مركز سيتي للتكنولوجيا في البحرين والذي سيخلق ألف وظيفة للمبرمجين البحرينيين خلال العقد المقبل ترجمة نانسي قنقر